بسم الله الرحمن الرحيم بإحدى اللعبات الجماعية اللي موجودة في مصر ما عربش هل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي أنا سمعت الحقيقة حاولت إن أنا تواصل مع أطراف الأزمة لكن لم أصل فأنا حبيت إن أنا أتكلم مع حضراتكم لو كان هذا الكلام حقيقي يبقى إحنا ما بنشتغلش رياضة يبقى إحنا بنشتغل أي حاجة تانية ما عادة أي رياضة لأنه هل من الممكن إن في حد يصدق أن يكون هناك اتحاد معين للعبة جماعية معينة ولعبة في هذه اللعبة تروح لرئيس الاتحاد وتتكلم معاه في التليفون وتقول له أنا عندي مشاكل في النادي بتاعي قال لها أنا حللي كل مشاكلك فيما عادة أو لو ما روحتيش الأهلي هل ده ممكن؟ هل من الممكن أن يكون هذا الكلام حقيقي؟ ولو تم إثبات أن هذا الكلام حقيقي إيه الحل؟ طيب هل حضراتكم شايفين أن الكلام اللي أنا بقوله ده يمث أي حاجة في الرياضة؟ لو صح هذا الكلام لو صح هذا الكلام إيه اللي حيحصل؟ والنادي الأهلي تحديداً لأ روحي في أي حتة في مصر وخلصلك مشاكلك مع النادي بتاعك لكن إيه للنادي الأهلي؟ ليه هو النادي الأهلي عملك إيه؟ ولي عملوك إيه؟ عملوك إيه؟ واندي الأهلي عمل لحضراتكم إيه؟ أنا بعد كدة حتكلم بالأسماء لكن النهارده لغاية لما تأكد من صحة هذا الأمر أنا قلت الوقعة لكن أنا بتأكد الحقيقة من صحة هذا الأمر وأنا ممكن جدا من ابتداء من يوم الحد اللي جاي كل يوم هيبقى عندي جزء عن هذا الأمر عن الألعاب الأخرى كلها يعني لأن في ألعاب كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها فاللي بقول لحضراتكم هل من الممكن أن احنا نشوف حاجة زي دي ونقول عليها رياضة بيتم محاربة النادي إذا صح هذا الأمر بيتم محاربة النادي الأهلي بكل الطرق وبكل الأساليب زي ما حضرتك شايف أخلص لك كل حاجة وعمل لك كل حاجة ولكن ما تروحيش النادي الأهلي هذه المكالمة كانت مسجلة فاكرين زي زمان في الحاجات اللي كان بتطلع هذه المكالمة مسجلة وعندما علمة بالأمر الحقيقة تخض بيحاول يحل دلوقتي الأمور بتتحل دلوقتي لكن هل ده ممكن دي الواقعة التانية بالمناسبة ولكن يا جماعة بجد والله العظيم تلاتة ده بيحصل ولما نجي نقول يا جماعة النادي الأهلي بيتعرض لمؤامرة من بعض الاتحادات لأنه بيحصل فيها كذا وكذا 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 يقول لك يا عمي كيف هي بقى؟ ارحموا نفسكم من موضوع المؤامرات ارحموا نفسكم من اللي بيحصل هو أنتو الأهلي ما بيحصل يا جماعة الأهلي أقسم بالله الأهلي ما عندوش مشكلة أنه هو يخسر ما فيش مشكلة احنا بنلعب رياضة احنا بنلعب كرة قدم أو غيرها من الألعاب ما عندناش مشكلة أنه نخسر ولكن نخسر لأنه أداء الأهلي سيء نخسر لأنه المدير الفني مش كويس نخسر لأنه كذا أو كذا ما فيش مسند مثلا يعني عمراء ما حصلت لكن ما فيش مسندة جماهرية فن الأهلي بيخسر ممكن نتقبل أي شيء ولكن أن يحدث مؤامرات طيب هل أن النادي الأهلي عنده مشاكل فنية في لعبة معينة يبقى ده بيدي الحق لرئيس الاتحاد ونقب رئيس الاتحاد وأمين السندوق في الاتحاد وأعضاء مجلس قدرت الاتحاد أنه هم يبقوا ضد النادي الأهلي إلا النادي الأهلي روحي أي حتة وانا خلص لكل حاجة إلا النادي الأهلي أنا بجد يعني واحدة يتقلها إلا النادي الأهلي والتانية يفسخوا لها عقدها طيب وبعدين عايزين يعملوا جمعية عمومية عشان يفسخوا عقدها تخيل حضرتك طيب في ظل إيه بقى هل إحنا بنسمع مثلا أن طيب